عزيزي المشجع الجميل عرض صعودي مغري لمارسل كولر وهل سيرحل مارسل كولر عن النادي الاهلي؟ وماذا عن غيابات النادي الاهلي غدا لمباراة سان جورج في أولى مباريات النادي الاهلي في دور أبطال أفريقيا ومن ضمنهم اثنين من الصفقات الجديدة وايضا عقوبات الربطة على النادي الاهلي والمصري والزمالك وبرامدز دول تلات نقاط هنعرفهم مع بعض في فيديو ده بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير ولو مش تابعنا يا ريت تابعنا وعايز أقول لحضر لك معلومة اللايك ببلاشا فيا ريت ما تبخلش علينا بدعمك لنا بعمل لايك للفيديو ويلا بينا نخش في المفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معاكم بلا العرق مارسل كولر جاله عرض رسمي من الشباب السعودي وعرض مغري جدا وفيه عرض تاني أيضا من نادي الهلال ايه يا عم الكلام ده كله؟ أحكي لك النادي طبعا الشباب السعودي نتيجه المترجعة جدا في بداية الموسم في الدوري السعودي تم قولة المدرب ودلوقتي معينين المساعد أو معينين واحد مؤقتا كده لحد ما يجيبوا مدرب قوي بيدوروا في المنطقة ولفوا عواليهم اتلاقوا مين؟ اتلاقوا مارسل كولر قالك المدرب ده واخد خمسة على خمسة فأول موسم له مع النادي الأهلي ومحقق أرقام خيالية وعامل تيم قوي جدا للنادي الأهلي ليه ما نجيبوش تعالى عم الكلر بتاخد كنف الأهلي بأخد قرشين تعالى وأنا هديك 8 مليون دولار في السنة ده خلاف فيه 2 مليون دولار بونس وحوافز والكلام ده كله يعني بالمجمل كده هيوصل راتب مارسل كولر إلى 10 مليون دولار فبالنسبة اللي بياخده في النادي الأهلي بأضعاف أضعاف اللي بياخده في النادي الأهلي وده عرض مغرق جدا طيب الشباب السعودي عمل ايه تاني؟ راح للنادي الأهلي وقال لهم ان انا هديكو 200 سنة من عقد مارسل كولر عشان خاطر تسيبه للمدرر يعني اكنهم بيشترون من النادي الأهلي 8 مليون دولار لنادي الأهلي علشان خاطر يسيب مارسل كولر طيب هحكيلك بالتفاصيل بس تعالى اقول لك العرض التاني اللي مش جاد ومش رسمي ولكن فيه كلام كبير جدا عليه وهو عرض الهلال السعودي والهلال السعودي لو دخل هيقدم عرض قوي جدا يعني تعالى الشباب هيعرض عليك كم عشرة يا عم تعالى انا هديكو 20 و 30 وعادي جدا لان هو بيجيب نجوم بالزوفة وبيدفع بالزوفة فممكن يعالى العرض لرقم يعني خيالي بشكل كبير اما بقى العرض الرسمي تعالى اتكلم بقى عليه عرض الشباب السعودي اللي مقدم لمارسل كولر ومارسل كولر بعت لوكيله وقال له كلم مع ادارة النادي الأهلي ويعرفوا من فيه عرض وبالفعل عرفوا من فيه عرض ولكن مارسل كولر هيعمل ايه؟ مارسل كولر وعد ان ادارة النادي الاهلي ان هو مكمل معاه وان انا عندي شخص كبير جدا ان اكمل تجربتي مع النادي الاهلي ومشروعي مع النادي الاهلي ولازم فيه هدف لازم اوصله ومارسل كولر بتالي ما بيفكرش في الماده بشكل كبير مع ان العرض خيالي بس لحد دلوقتي المدرب مصمم انه يكمل مع النادي الاهلي وملتزم بتعاقده مع النادي الاهلي طيب دورنا ايه كجمهور ودور مجلس الادارة ايه؟ عشان نحافظ على المدرب ده يا عام بلالو احنا هنطبطبله اه هنطبطبله لما يكون معاك مدرب بقيمة عالية جدا فنيا وراجل ما بيفكرش في المادة بشكل كبير جدا ورغم الإغراءات اللي كانت حتى في بداية الموسم قبل ما يجدد عقده مع النادي الأهلي رغم ذلك جدد عقده مع النادي الأهلي ودلوقتي عرضي كمان رسمي وبرضه بيصر على تواجده مع النادي الأهلي فإذا ده واحد لازم نحافظ عليه كويس جدا من جانب الإدارة إنها تنفذه كل مطالبه ومن جانب الجمهور إنها تدعمه كل قراراته وتشجعه وتديله معنويات عالية جدا عشان الراجل في يوم الأيام مهندمش يعني إنه هو خد الكرار ده إنه يكمل مع النادي الأهلي فعاوزين نحميه بقى من النقد والهجوم الشديد اللي بيحصل من بعد الناس على مرس الكولر لازم جمهور النادي الأهلي يكون هو الحائط الصب للراجل ده ويحميه وعلى قدرة النادي الأهلي إنها تنفذه كل مطالبه المشروعة طبعا مشان نقول يعني حاجة تانية والراجل بصراحة حتى الآن مطالبش حاجة غير مشروعة كل ما طالبه الأهلي يجيبها عادي ومفيش أي مشكلة فلازم نحافظ عليه ولازم التعامل معاه يكون بالشكة والسكينة ويكون راكي جدا ويعني طبعا لذا ما بيقوله فإذا مرس الكولر مكمل حتى الآن ووعد إدارة النادي إنه مش هيفكر في أي عروض ومثمر مع النادي الأهلي طب هو ممكن يمشي لو حابب هيمشي أنا بقولك مرس الكولر مش هيمشي قبل نهاية الموسم يعني قبل نهاية الموسم وبدء التعاقد الجديد مع النادي الأهلي اللي هو السنتين كمان ممكن بقى في الوقت دوت مع خمساشر يوم يفكر ويفسخ العقل والكلام لكله مش نوت الجزائية والحاجات دي ولكن مرس الكولر مكمل مكمل مع النادي الأهلي إن شاء الله ولازم أن الراجل ده زي ما بقولك نوفره كل حاجة أما بقى بالنسبة للجزء الثاني وهو غيابات النادي الأهلي عن مباراة غدا سان جورج في أولى مباريات النادي الأهلي في دورة أبطال أفريكيا هقولك عليهم بس ما تنساش تعمل لايك وشي الغيابات هي تمن لعيبة هدغيب عن مباراة غدا ومن ضمنهم اثنين من الصفقات الجديدة أول واحد هو أونكل بيرستاو بسبب الإجهاد طبعا اللي كان متعرض له مع المنتخب وأما جه لعب متوشته مع النادي الأهلي اتعرض لإجهاد واللاعب بالتالي هيريح أما بالنسبة لللاعب التالي فهو ريدا سليم وريدا سليم بينفذ عقوبة كانت عليه موجودة من الاتحاد الأفريكي أيام ما كان في الجيش الملك وهو هيغيب لمدة مباراة أما اللاعب التالت فهو عمر السلية وبسبب الإصابة والإصابة عمر السلية اللي طولت وبقى شكلها غريب ومش مفهومة عمر السلية فيه ما تفهمش مصاب ويبقى له فترة حتى الآن لسه مرجعش ومفيش أخبار يعني عن حوار إصابته ديت فأنا تمنا له الشفاء إن شاء الله أما اللاعب الرابع وأيضا بسبب الإصابة هو محمود متولي محمود متولي تحس أنه هو يعني عليه ندر يابني وفيه أنا مش عارف كل ما يرجع يلعب شوية إصاب كل ما يلعب يلعب شوية مفيش مفيش فيابني لو فيه حاجة يعني وفيها الله يكرمك واتباح لك حاجة كده عشان خاطر الإصابات الكتيرة اللي عندك ديه أما اللاعب الخامس وهو خالد عب الفتاح ولسه يتأهل من الإصابة اللي كانت عنده وفي مرحلة التأهيل حالية واللاعب السادس هو مودس لاعب النادي الأهلي المهاجم الجديد وده بسبب عدم قيده في المرحلة الحالية مودس هيلعب مع النادي الأهلي بس في بداية دور المجموعات والسابع هو معتز محمد اللاعب الشاب والثامن هو أيضا اللاعب الشاب محمد زعلوك وبكده يكون دول الغيابات غدا إن شاء الله عن مباراة سان جورج للنادي الأهلي وكل التوفيق طبعا للنادي الأهلي وبذكر حضراتكم إن الماتشين هيكونوا في القاهرة بكرا لحد ماتش الساعة سابعة وأيضا يوم الجمعة الماتش التاني أما بالنسبة لعقوبات ربطة الأندية على النادي الأهلي والمصري وأيضا على الزمالك وبرامزي في الخناقة اللي حصلت ما بينهم دي النادي الأهلي تم غرامته ب20 ألف جنيه بسبب تأخر إرسال القايمة وأيضا تم غرامته ب20 ألف جنيه بسبب سبب الجمهور الجماعي وده يا جماعة بقول لكم ما ينفعش كده إن انت في المدرج شجع بس لأن انت في النهاية خروجك عن النص بيدر فريقك بيدر النادي الأهلي وبيغرامه كحاجات زي كده وفي الأخر بيكون في منعه وفي حاجات فمش عاوزين حد يتلكك للنادي الأهلي وأرجوك بعد إذنك لما تكون في المدرج شجع النادي الأهلي بس أما بالنسبة للمصري هو نفس الشيء غرامة 20 ألف جنيه على عدم أو تأخر إرسال القايمة وأيضا غرامة على مسب الجمهور الجماعي أما بقى عقوبات مباراة الزمالك مع بيرامدز وبصراحة اللي شايفها ضعيفة جدا إقاف علاء محمد بسبب الطرد وغرامة 20 ألف جنيه علاء محمد مدرب أحمال نادي الزمالك وأيضا إقاف متحة عبد الهادي مبارايتين مع غرامة 20 ألف جنيه بسبب السلوك الغير رياضي مع إن السلوك ده ما ينفعش خلص مبارايتين ما ينفعش أصلا 20 ألف يعني 20 ألف ده أنت بتقرنها بنفس مثلا ما فريق تأخر في إرسال القايمة يعني دي زي دي مش فاهم عقوبة ضعيفة جدا لمتحة عبد الهادي وأيضا غرامة 20 ألف جنيه لسبب الجمهور الجماعي جمهور نادي الزمالك والسباب اللي حصل في المباراة وأيضا إقاف محمود علاء لمدة مباراة بسبب حصوله على الإنذارين والطرد أثناء المباراة أما بقى نادي برامد فهو إقاف مساعد المدرب وأيضا غرامة 20 ألف جنيه بسبب السلوك الغير رياضي وبالنسبة بقى لعقوبة نادي الزمالك أو العقوبة بتاعت ربطة الأندية دي بصراحة أنا شايفها ضعيفة جدا لأن أنت بتقارن حاجات عادية جدا بنفس الغرامات ونفس الكلام ولكن كويس إن هم طلعوها بدري وبدأوا الموسم بالكلام ده إن أنا أول ما الجولة تخلص وقبل ما الجولة الجديدة تبتدي لازم نكون مطلع العقوبات والخرمات والكلام ده كله وكون ناهي الجدل في القصة دي تماما فبالنسبة للتوقيت لا توقيت مناسب أما بالنسبة للعقوبة فهي ضعيفة جدا في نهاية الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات وتعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا رات تابعنا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته